السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلعاته سهلا وي رب تكنون بخير والصحة والسعادة الله ومسال على محمد وعليه والصحبه وسلم ان شاء الله هنحل على يونت ثري من كتاب اللونجمان عندنا 59 جملة مهمين جدا شاملين كلمات يونت ثري وغرامر وفي ترجمة في بعض الجمال التراقمية في سكلز في حاجات مهمة جدا هتركز معايا علشان يعني ان شاء الله لما نقرص الفيديو ده هتطمن ان شاء الله من يونت ثري وهترجع على حاجات كتير نقول اول حاجة كده مع بعض بس قبل ما نبدأ من تشترك بالقناة واللايك بالفيديو اصلاعنا بكده عشان رب نكرمنا ان شاء الله اول جملة اقول لك هنا بقول لك الفيلا جيدة بتاعتنا بواسطة حديقة كبيرة او عايز اقول حواليها حديقة كبيرة محاطة به ولا ظهرت ولا منفصل ولا مختفي اللي هو مختفي طبعا هتبقى اللي هي محاطة به حديقة كبيرة تمام اللي بعد كده بقول لك هنا بعض الناس بيعتقدوا ان على الحيوانات يعني سلوك عنيف جدا او قاسي جدا طبعا بقصده يقول هنا التجارب على الحيوانات تجارب على الحيوانات تجارب على الحيوانات اللي هي بتغمس نفسها في العمل او بتغمس نفسها جامل يعني mass goods to increase sales and achieve higher profits بعض المصانع بيستخدموا الربوتات عشان يعملوا يعني انتاج بالجملة كبير جدا للبضائع عشان يزود المبيعات وبالتالي يزود ال profits use ولا reduce ولا produce ولا replace طبعا هتبقى mass produce اللي هو الانتاج بالجملة الانتاج بالجملة photosynthesis اللي هو البناء الضوي is that by which green plants and other certain organisms transform light energy into chemical energy اللي هي عملية البناء الضوي اللي في بعض الحيوانات والنباتات بيحولوا الضوء الطاقة الضوئية الى الطاقة كيميائية دي بنسميها ايه شباب is that يبقى اكيد دي اكيد process يا شباب عملية البناء الضوي عملية البناء الضوء operation عملية البناء ويسا تنفع industrialization يسا تنفع mechanism اللي هي الالية برضو مشا تنفع ولكن the minister of education وزيد التربية والتعليم has been trying to support different to digital learning وزيد التربية والتعليم بيحاول ان هو يدعم اي مختلف للتعليم الالكتروني او التعليم الراكمي operations عملية البناء عمليات البناء والأبرويتش اللي هي نهج او طرق مختلفة للتعليم الالكتروني او الرقمي ولا اوبستيكلز اللي هي عوائق ولا صعوبات طبعا هتبقى different approaches It's implied to telephone others at times ولكن انه من غير المؤدب او من غير المناسب يعني اللي انت تتكلم الناس في اوقات اكيد غير مناسبة accurate دقيقة مش هتنفع proper مناسب برضو شهتنفع inconvenient غير مناسب inconvenient غير مناسب صفة للاسم ده inconveniently دي بشكل غير مناسب برضو مش هتنفع It had been a successful year I have the opportunity to achieve all my dreams كانت سنة بالنسبة لي نكحة جدا انا كانت عند الفرصة لان احقق كل انجازاتي او كل احلامي ديبقى السنة دي كانت ايه شباب عايز اقول نكحة بشكل كبير جدا او بشكل رائع triple فضيع او وحش طبعا لا spectacular اللي هو رائع صفة مش هتنفع او يوضح برضو مش هتنفع triple e بشكل غير او بشكل فضيع مش هتنفع برضو spectacularly اللي هو كانت السنة ناجحة بشكل مذهل او بشكل رائع my manager is very sensitive او المدير بتاعي او المديرة بتاعتي حساسة جدا when i am with her او لما كم معها i must watch every word i say لازم خلي بالي من كل كلمة بقولها ده معنى يا شباب i shouldn't worry about what i say مش مهم اهتم بالي انا بقوله لازم تهتم لازم تهتم i should be very careful about what i say لازم اكون خريص جدا طبعا هي هتكون دي شباب نفس المعنى i shouldn't see the result of what i say مش مهم يعني ما مفكرش في نتيجة اللي انا ممكن اقوله لا هي sensitive لازم تفكر i should be spontaneous i should be spontaneous يعني اكون تلقائي يعني اللي يجعل دماغ اقوله طبعا برضو ميش هتنفع لازم خلي بلاك من كل حاجة انت بتقولها there is new there is now a large section of portable bluetooth available on amazon in egypt ولكن هنا يوجد هناك مجموعة كبيرة من A ايه البلوتوز الموصلة يعني ايه اللي بتشتغل بالبلوتوز متاهة على amazon readers قراء طبعا لا speakers سماعات بلوتوز ممكن listeners مجتمعين طبعا لا ايه speakers سماعات الصغيرة دي that system consists of the sun and the planets that orbit it ولكن A الشمسي بيتكون من الشمس وتمن كواكب حوله يبقى solar system lunar يعني كوماري مش هتنفع geothermal ده حاجة في الجيولوجيا معناها الحرارة الارضية او اللي نبيها الحرارة الارضية او طرق بالخارج برضو مش هتنفع هي solar system شباب there are extinct volcanoes اللي هي براكين خامدة impact creatures اللي هي فوهات البركان and the lava flows لضفك بركاني on the moons اكيد سطح الكام on the surface or the depth or the width top السطح الامر جليلو جليلي was the first to investigate the surface of mars ولكن جليلو جليلو كان اول واحد يكتشف او يعني يتحقق من سطح المريخ جليلو جليو ده كان ايه شباب علم فضاء اللي هو astronomer يعني astronomer artist فنان مش هتنفع astronode اللي هو علم فضاء اللي بيطلع فوق علم فضاء اللي بيطلع فوق رائد فضاء استرولوجر اللي هو منجم برضو مش هتنفع انتباست في الماضي a lot of people thought that the sun was a كتير من الناس في الماضي كان بيعتبروا ان الشمس كانت ايه شباب بلانت كوكب ولا بلانت نبات ولا صحرا ولا محيط طبعا كان بيعتبروا ان هو او ان هي ايه كوكب ذا اس نو لونجر ميستيريس ما عادش غامض خالص الكون ولا بلانت النبات ولا ايلاند الجزيرة ولا دجرة الصحرا طبعا تبقى الكون الكون او او محينة او محينة تريد ان تسافر الفضاء بنسميه يا شباب طبعا وطبعا وطبعا مركبة فضائية يا شباب اللي هي ابولو الحادية عشر ابولو حداشر اللي اطلقت في سنة الف تسمائة وتسعة ستين بيقول لك من ساعة الوقت ده اه اللي هو اتناشر رائد فضاء مشوا على سطح الامر يبقى اتناشر ايه يا شباب اتناشر اتناشر دول المنجبين مش هتنفع دول العلماء الفلك اللي بيقوا تحت عالعرض مش فوق فنانين برضو مش هتنفع او الفنانين ولكن امي الكلمات اللي تحت هيها شباب معناها في يعني في العام او اللي هو بوجه عام على الجانب الاخر ولا بشكل متوازن ولا بشكل عام بشكل عام اللي هو على نطاق واسع طبعا تبقى او هو بودو حسك بابا يحب بابا يحب كلاسيك الموزك بسبب الان On the other hand On the other hand I like gas I invented 300 people To my sister's wedding The party was on انا داعيت 300 شخص للحفلة الزفاف اختي يبقى الحفلة كانت ايه شباب On On a hole On the hole On balance On the other hand On the other hand On the other hand On a large scale على النطاق الواسع الحفلة كانت كبيرة جدا We considered all factors We considered all factors We considered all factors We considered all factors The project has achieved High profits المشروع حق نجاحات حق مكاسب عالية On demand تحت الطلب On the one hand على الجانب الاول او من ناحية تمام On balance On the other hand على الجانب الاخر ولكن اخذنا كل العوامل الاعتبار On balance يعني في الطبيعي كده او في الشكل المتوازن المشروع حقق او اللي هو لو حسبنا اللي عملناه واللي كسبناها بشكل متوازن هتلاقي الارباح مرتفعة لما بابا مات مازن 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 حصل على فلوس كتير كميراس ارند ولا بون ولا بيت ولا جاند واحد يقول لي مثلا تم قلوته في مانا هي فهنختار ارند ارند دي بتبقى بتكسب فلوس من شغل مثلا او من مشروع او من اي حاجة انما هنا هو ما عملش اي حاجة عشان يكسب ماني دين هنا لدي جابها في الموضوع الانسر هي عشان بيتيجب معناه يستحق او يستاهل بتجب معناه يستحق او يستاهل وآرن برضو بتجب معناه يستحق او يستاهل تمام؟ بس هنا هنختار ارني عشان حصل على دي تعود على الثروة او على المراسة يعني بيتعود على المراسة تمام؟ بتعود على المراس أو ملثبطة بالمرأس Gain and inheritance Gain and inheritance يعني يحصل على المراس بتاعه وان طبعا وان يفوز بجائزة وبيتر اللي هو يهزم ويرني يفوز بيكسب مال It was a gloomy room that was poorly lit or light lit by oil lamps كانت الغرفة دي عابسة أو اللي هي يعني كئيبة أو اللي هي مظلمة شوية لأن النور فيها كان ضعيف جدا وكانش فيها عكس كلمة gloomy يا شباب عكس كلمة gloomy اللي هو بتيجيب معنا يا شباب جذاب أو جميل برضو ممل أو اللي هو كئيب تمام pleased اللي هو مسرور طبعا عكسها تبقى pleasant اللي هي جذاب أو رائع الوصف في الأشياء إنها pleased دي الوصف في الأشخاص بيساوي happy تمام الوصف في الأشخاص الوصف في الأشخاص يعمل أي أولا كميزة كميزة الطفل أو الشاب ده أو الطفل الصغير ده يعمل يعني يعمل كميزة كميزة أو خد إيه؟ كميزة كميزة أكيد تدريب مهني كاربنتر سكولرشيب اللي هي منحة هاردشيب صعوبة عضوية مش هتنفع تمام؟ خاصة فيه في ربيع in spring this airy place ولا rainy ولا dusty ولا sunny طبعا هتبقى dusty يعني عند حساسية من الطراب المكان المطرب ده مش هينفعني لأن عند حساسية من الطراب طبعا الربيع يبقى فيه هوا وكده فمش هينفعني we packed the hair up نحن دعمناها when that complained when she complained about working conditioning لما اشتكت من أحوال العمل this means we hair ده معنى اللي احنا ايه شباب اه بعزوا ان pack up معناها supported hair we supported hair pack up back up معناها يدعم طبعا كده as you finish or you push this bottom ده دور بمجرد ما تضغط على هذا الذر الباب ايه سيفتح will open ليا شباب هنا ده الجرامر طبعا عندنا رابط زمن اها وعندنا مضارع بسيط مضارع بسيط اها يبقى هنا مستقبل بسيط تمام كده تمام اللي بعد كده يقول لك هنا we will go for a trip نحن سنذهب في رحلة as soon as our car آآ رابط زمن اها وعندنا will اللي هو المصدر will مستقبل يبقى انا عايز مضارع بسيط او مضارع التام our car has repaired بس اول كار دي يا شباب مفعول به يعني انش هتنفع معلوم تمام will be repaired ولا has been قسمة ازمة ميجيش بعدها المستقبل لان في مستقبل في الاول انا في مش هنفع جيب استيخد المستقبل هنا داني has been repaired ايوة هي دي بعد دي يا شباب has been repaired اللي هي تتصلح تمام بمجرد مع رابطنا تتصلح مبنية المجهول اللي هو has been والتصريف التالت في المضارع التام طبعا ده ماضي تام مش هتنفع i stay here till lina pack from school انا سابقى هنا حتى ترجع lina من المدرس lina هنا عند رابط زمن اهو will مش هتنفع لانه رابط زمني ما بينفعش بعده مستقبل ولينا مفرد مش هتنفع have وده ماضي تام مش هتنفع يبقى comes لان اعايز بعد الرابط الزمني بجيب مضارع تام او مضارع بسيط ودي مضارع بسيط i don't know when the meeting انا لا اعلم متى سيبدأ الاجتماع ده معات ثابت فهيبقى starts يبقى شباب starts اللي بعد كده بيقولك salma او بيقولك salma to leave the house as when as she feeds her cat because she has an urgent meeting salma آآ عايز اقول هتغادر البيت بعد او بمجرد ان تمام كده تطعم مضارع بسيطة ها القطة بتاعتها لانها عندها اجتماع عاجل طبعا انا عندي مضارع عندي رابط زمني وبعض مضارع بسيطة ها تمام كده بانا عايز قبله مستقبل هاز قد مش هتنفع في المستقبل يا شباب مستقبلة will have got مضطرة ان هي او مستعجلة لازم تمشي علشان آآ عندها اجتماع عاجل آآ بمجرد ما تخلص القطة بس بريد بيفور يو كم هوم تمام ممكن تشتري بريد لما توصل للمنزل وانت جاي يعني قبل ما تيجي بيفور هنا رابط زمني تمام كده وقام هنا مضارع بسيط يبقى انا عايز مستقبل يبقى will you buy will you buy bread before you come home ممكن تشتري did مش هتنفع لاني بكلم في المستقبل have you bought هنا هو لسه مرجعش عشان تسأله have you bought had you bought برضو هنا هو لسه مرجعش عشان تسأله انت الشيط ولا i to the theater until i meet my friend until ما يجي بعدها مضارع بسيط يبقى انا عايز قبلها مستقبل يبقى want to go انا لن اذهب الى المسرح حتى يأتي اصحابي hadn't hadn't gone اولا until ما بجيش قبلها hadn't تمام وده مضارع مش هنفع مضارع مضارع مع بعض لازم مضارع ومستقبل hadn't gone ده ماضي لو هنا ماضي يبقى ده مضارع يبقى ده لازم ماضي تم لو هنا ماضي بسيط يبقى هنا بعد until ماضي تم لو هنا لو بعد until مضارع يبقى قبل until مستقبل تمام once i the meeting i will go to the club عايز اقول لما انهي او عندما انهي الاجتماع انا هروح النادي هنا مستقبل يبقى عايز هنا ماضي طبعا ده رابط الزمني مش هنفع بعض مستقبل ده بادي مش هتنفع وده ماضي بسيط مش هنفع ده مضارع تام ايوه هي المضارع التام اللي هتنفع ماضي تام طبعا مش هتنفع لما ترجع البيت هتبدأ تعمل الغداء طبعا عندي مستقبل هنا يبقى عايز هنا بعض الرابط الزمني ده مضارع بسيط او مضارع التام فيين مضارع البسيط شي، ما بتاخدش هاف مش هتنفع مش هنفع يعجب بعض الرابط الزمني اللي مش هتنفع ولا مضارع ولا ماضي تام مش هنفع مع المستقبل ماضي التام بيجيش من مستقبل بيجي مع مستقبل مضارع بسيط او مضارع تام بمجرد ما انت تشوف الكريمنال اللي هو الحرامي او المقرم اتصل بالموليس على طول تمام وبعدها مضارع بسيط هنا مفوضي بايه مستقبل او جملة امر او جملة ايه امر اللي هو بتبدأ بفعل في المصدر بفعل فيين في المصدر ده اخر او دي مش هتنفع ده مصرف مضارع تام يبدي المصدر لشباب والمش هتنفع عشان ما فيش فاعل فيش ايه فاعل ومقررد ما تشوف الحرامي تليفون the police at once كلم البوليس في الحال تما تتيني يقول لك هنا the moment I everything for the party I will contact you فاللحظة لنا جاهز فيها كل حاجة على الحفلة هكلمك على طول once a was preparing had prepared ولا will prepare ولا have prepared ده عند هنا مستقبل وعند هنا رابط زامني بنا عايز مضارع بسيط او مضارع تام ده مواضي مستمر مش هينفع ده مواضي تام مش هينفع ده مستقبل مش هينفع بعد الربط الزامني يبقى have prepared لما خلص اه كل حاجة هبقى كلمك تمام I promise I will call you as soon as I more information انا اوعدك اللي انا هكلمك بمقررد معرف المزيد من المعلومات هنا عند مستقبل وعند رابط زمني يبقى انا عايز مضارع بسيط او مضارع تام ده مستقبل ما ينفعش دي بعد الربط الزمني ده مضارع ده مضارع تام او بس I ما بتاخدش has فاش هتنفع وده مواضي تام مش هينفع يبقى have تم كده شباب اللي بعد كده يقول لك هنا I will go out when I my assignment انا سازهب للخارج عندما ايه اه اخلص assignment بتاعي او الوجب بتاعي I will go out when I will have مستقبل وعندي when رابط زمني يبقى انا عايز بعدها مضارع بسيط او مضارع تام finished مواضي بسيط مش هينفع have finished ده مضارع تام يبقى هي اللي هتنفع والربط الزمني وين ما بيجيش بعده مستقبل وهنا will have finished will have finished مش هتنفع بعضه يا شباب اللهم صلى الله محمد لاني دي مش مستقبل تام انا عايز مستقبل بسيط مش مستقبل تام تمام كده رقم اتنين واربعين او واحد واربعين بيقول لك هنا when the movie I will go to bed عندما الفيلم ايه انا هروح انا معلى طول when the movie had ended ولا have finished ولا ends ولا will and انا عايز اقول لك عندما ينتهي الفيلم اه عند رابط زمن يا شباب طبعا الجملة ده تكرار كدير هي الفكرة اعتبر اساسية في الوحدة دي تمام اللي هي فكرة الربط الزمنية مع المضارع اه والمستقبل طبعا اعتبر ايه شباب اندس ليه اندس شباب اولا لان مش هنفع رابط زمني وهنا مستقبل واجبه ماضي تام اه ثانيا ان الموفي ده مفرد فمش هنفع هياخد هاف ثالثا ان الربط الزمني مش بيجي بعده اه مستقبل طبعا كده ولكن هنا رقب اثنين واربعين لما رجعت البيت لما رجعت البيت اه ما قلت اكيد ما قلتش عافة زاكرت لان ايه كان عندي صداع طبعا انا هقول اللي انا مش هقدر اذاكر فاول مش هنفع لازم نفي عايز نفي هنا طبعا في رابط الزمن هنا تمام لأ هنهن رابط الزمن دي الجملة خلاص خلصت عند الرابط الزمنة او لما يجي بعدها برضو يا شباب السبب والنتيجة لما يجي بعدها مضارع اه تام برضو بيجي قبلها ايه مستقبل بسيط ما نفي مش هقدر اعمل حاجة علشان عند حاجة تانية طبعا ايه ما اففض بمظاهرة ايم فان اصلا كده كده مش هتنفع برضو مش هتنفع تمام لان انا نعаче اقول لان ازاكر لان ابدأ في المزاكرا تمام والمضارع هنا مش بيعبر عن المستقبل هنا. رقم تدور بيقول لك هنا for help when you are in trouble. هل بيقول لك هل هتطلب المساعدة عندما تقع في مشكلة. هنا برضو يكون معناها مشكلة يا شباب. did you ask? بيقول لك لما تقع في المستقبل. الماضي مش هتنفع. are you asked? دي مبني المجهول مش هتنفع. have you asked? دي برضو في المضارع مش هتنفع. انا عايز في المستقبل. will you ask for help when you are in trouble? I will start writing the report once I the research. بل لك انا هبدأ على طول اكتب في التقرير عندما اه او في حين او يعني بعد ما خلص. once I had done will مع الماضي التام مش هتنفع. was doing. ده مضارع ماضي مستمر برضو شي هنفع. have done ولا will done? once I have done. تمام لان هنا مستقبل لبقى هنا مضارع. will مش هتنفع. when we have done the experiment we the result with the science teacher عندما ننتهي من التجربة العلمية و اه احنا ايه اكيد هننائش طبعا هننائش النتائج مع الايه مع مدرس العلوم. we will discuss was discussing ولا discussed ولا have discussed. طبعا عندما كلهم مش هتنفعوا شباب هي تبقى will discuss. ليه لان هنا جملة مضارع. وهنا ربط زمنية يبقى هيجيب التانية مستقبل على طول. اللي بعد كده يا شباب ولكن do you think that artificial intelligence هل تعتقد ان هالذكاء الاصطناعي? doctors and nurses هيستبدل الدكاترة واع الممرضات. اه هنا مضارع. do you think that artificial intelligence? اكيد will replace. اكيد هتبقى ايه شباب? will replace. لان اولا قال لك هنا do you think هل تعتقد? تمام? وبعد نجيب لك going to بدون فعل مساعد فمش هتنفع. will be replaced ده مش هتنفع لانها هنا مبنية مجهول. تمام? اه فلسطناعي يكون الفاعل لانه ولا هيستبدل. هيجيب مكان حد. هاد ده ماضي تام. مش هتنفع خالص. يبقى اكيد will replace. I think it hot tomorrow. I think. اعتقد ان هي هتكون حر بكرة. اعتقد طبعا يبقى will be. is going to be. ما فيش الدليل على الكلام ده. is being. be. ما بتجيش في الاستمرار. will have been. ده مستقبل تام. الفعل مش هيكون تم. البتكلم عن توقع بدون دليل. my little grand child. اه grand child. اه حفيد الصغير. three next Friday. يكون عنده تاتسين الجمعة الجاية. اه will be. تمام? هيكون will be. will have. ده طبعا حقيقة. العمر او السن كده بنختار will be على طول. او المستقبل البسيط. ده مستقبل تام مش هينفع. ده اه نية او قرار مش هتنفع برضو. وده في الماضي مش هتنفع برضو. I hope the exam difficult. اتمنى للمتحان ما يكونش صعب. تمام? ولكن I hope برضو. I think على طول بيجي معاها. ايه. المستقبل البسيط. will be. التصريف والمصدر. طبعا هنا اتمنى ان تم ما يكونش. I want. تم. is being. مش هتنفع. is going to be. مش هينفع برضو. we. won't have been برضو. مش هتنفع. لان انها باستخدر المستقبل البسيط مع. you don't think she is ill. you don't think she is ill. انت لا تعتقد انها تعبانة. تمام? هنا عندي ده اعتبر ده يعني مواضح كده اللي ده سؤال مزيل. you don't think. you don't. هنا نفي. يبقى اجيب الفعيل المساعد الاول غير منفي وبعدين الفاعل. يبقى do you. تمام? you do مش هتنفع لاني لازم ابدأ بالفعيل المساعد. وهنا is ما بتاخدش you. is برضو هنا بتاخدش you مش دعوه. هنا بقولك you do. you don't. يبقى do you. تمام كده. اللي بقى كده مهمة بقولك you shouldn't mix with bad friends. يجب الا تختلط بالاصدقاء. better alone than in bad company. بقولك هنا انك تكون لوحدك افضل افضل ان تكون لوحدك من ان تكون في ايه صحبة سيئة. ا 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 this é non article i don't believe that he says he usually tells lies هو دائمًا بيقول بيقول كدب أو يعني بيقدب على طول يعني i don't think he or what or that or which i don't believe what he says أنا لا أصدق ما يقوله which of the following is puncture buat correct الامري تحت يا شباب بتاعه صح. بقول لك هنا. دي صغط سؤال. يبقى دي مش هتنفع. تمام? التالي دول تعال نشوف كده. رقم سي برضو مش هتنفع لان هنا المفروض ده مخاطب. مفروض يجيب كومة هنا. ورقم برضو. يبقى رقم سي برضو مش هتنفع. تمام? دي برضو مش هتنفع عليه? لان جايب لي هنا هنا. جايب لي هنا. وما فيش اي اختصار ولا اي حاجة تستدعي الابسطور في. يبقى رقم دي هتنفع لصح. تمام? كده صح مش اي مشكلة. which of the following is structurally correct. املي تحت يا شباب التركيب ده صح وركز جدا 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 في الجمع دي لانها يعني عايز حد يكون فاهم فعلا الجرامر والتركيب والحاجة دي. تمام? ولكن هنا. when i had finished work i will travel to اسماعليا. عندها مستقبل. تمام? ورابط زمني. مش هنفع عجب had. مش هنفع عجب ماضي تام. تم كده. لو مضارع التام كن نقول نها مش هنفيش مشكلة. when i have finished work i will travel to اسماعليا. ممكن دي تكون صح. عندما انهي العمل عند رابط زمني وبعض مضارع اه تام. وعند والمصدر ما فيش اي مشكلة. تمام? اه طب نشوف اللي بعدها. when i have finished work i traveled. اه جايب لي هنا مضارع. هنا رابط زمني وهنا مضارع تام. لي جابدي في في الماضي. ما يعني عندما انهي العمل هكون روحت الاسكندرية. اسماعليا. مش هنفع ازاي انت هتروح. ولا هتروح. ولا هتنهي العمل. مش هنفع يعني ازاي. مش منطقة خالص. when i finished work i will. جايب للماضي. مع المستقبل مش هتنفع. يبقى رقم هي اللي صح. رابط زمني. مضارع تام او مضارع بسيط. وبعدين المستقبل. تمام? المستقبل او الامر. الجملة ده على فكرة نحلتها كتير. كزا مرة من كزا كتاب مختلف. وعلى فكرة الكتب بتجيبهم بعضها كلها. اه بس ما علينا مش مشكلة. بقول لك هنا. the headmaster said. could you tell me who or why you don't? اولا don't ده المفروض يبقى فيها او بسطول في هنا. يبقى شكلها وحش اوي لو كمينا الجملة دي. تمام? المفروض يبقى في كمان هنا يعني علامات التنصيص. تمام? ده كلام مباشر مباشر من الواضح يعني كده. ولكن الرامي. could you tell me why you don't? ما هيش يجيب للكمه هنا. pay attention to your teacher. ممكن تدكم صح. تمام? ده انا شوفتوا غلط ليه? اه. ليه غلط لقم سي عشان المفروض الرامي ده مخاطب. وبسأله. فلازم يجيب للكمه هنا. لازم يجيب للكمه بعد المخاطب. يعني مش هتنفع. برضو لازم يجيب للكمه هنا. ولازم يجيب بعد خلاص كده يا شباب. وحتى هنا مجيب ليش لش اه ايه ده? يعني هو شايل. الابستروفي هنا والابستروفي هنا والابستروفي في الاولى. بين قوي يعني يعني بين خالص. مش عارف يعني هو اختارها على اي انهي اساس. بين خالص يعني. ما علينا. يبقى رقم بي يا شباب هي اللي صح. رقم بي. تمام? هو عرف كيجة هيعرفه. ولكن هنا القراءة توسع مداركنا. بالاضافة الى ذلك بتثري ثقافتنا. كلمة دي يا شباب بتشير الى ايه? او بتوضح ايه? الاضافة ولا كنت تناقد ولا سبب ولا كوز السبب برضو. طبعا دي بتؤدي الى او بتشير الى. كنت ايه اللي هي اضافة. بالاضافة انها بتوسع مداركنا. برضو بتثري ثقافتنا. ايه من دول يا شباب اللي مش بيعبر عن التناقض. يعني في تلاتة بيعبر عن التناقض. اه وفي واحدة بس هي اللي مش بتعبر عن التناقض. تمام? انا عايز بقى الواحدة اللي مش بتعبر عن التناقض. ولكن ايه 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 تعب гоòn التناقض. طيب تعال نشوف اتاني كده. بعض هي هو مشغول لكن هو كلمنا. برضو righteousness مش عايز اللي بتعبر عن التناقض. almost being busy الرغم من كونه هو مشغول. الرغم من كونه مجغول هو كلمنا. ده برضو بتعبر عن التناقض. بس انا مش عايز حاجة بتعبر عن التناقض. يبقى هي صح? تعال كده يا شباب? تعال نشوف اخر الحاجة الترجمة بقولك هنا التكنولوجيا أفضل مدرورة في الحياة المدرسة الان وفاواندل يفضل عملنا بسهارة وفاواندل التكنولوجيا خلت حياتنا أبسط أسهل وأسرع تلعب التكنولوجيا دورا حيوان في الحياة الحديثة عملية الأمامة بتأثر بعمك على مسار الحضارة الإنسانية تعرف الوقع العملية المدرجة حيوانا وفاواندلوي تأثر بعمك على مصار الحضارة الإنسانية حياتنا. تبتعك نشوف الترنجي. لقد جعلت الحياة الحديثة التقدم التكنولوجي في حياتنا السهل واصل. لقد جعلت الحياة. تمام. شوفوا اللي بعدها. تلعب التكنولوجيا دورا حيويا في الحياة الحديثة وتؤثر بعمق على مصارى الحضارة الانسانية. لقد جعلت التقدم التكنولوجي حياة لقد جعل التقدم التكنولوجي حياتنا اسر واسرع. لقد جعلت الحياة الحديثة التقدم والتكنولوجي مش واضحة اصلا ازاي يعني لو قد جعلت هي مين اللي قد جعلت? التكنولوجيا ماشي. الحياة الحديثة التقدم والتكنولوجي في حياتنا اسر واسرع. كان مش واضح ومش مفهوم. في الحياة اسمها جعلت الحياة الحديثة التقدم والتكنولوجي في حياتنا اسر واسرع. مش رقبة. هي دي اللي صح. قد جعلت التقدم والتكنولوجي في حياتنا اسر واسرع. طيب التكنولوجيا دورنا حيوان فيها الحياة الحديثة وتؤثر بعمق على مصار الثقافة الانسانية. هو معناها الحضارة. مش الثقافة. ايبقى مش الثقافة. تلعب الحياة الحديثة لا هي التكنولوجيا. مش الحياة. تمام? يبقى رقم هي اللي صحيحة. رقم هي اللي صحيحة. تعال نشوف آآ آخرة الجماعة. ولكن من خلال الهندسة الاجتماعية يحاول لصوص الكمبيوتر عادة خداعك. لما نحوهم كلمة المرور الخاصة بك لتثبيت برامج. ضارة للوصول آآ الى معلوماتك السريعة بعد تحكم في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ماشي. آآ بقول لك هنا ثرو جينيترك آآ انجينيرينج. خلال الهندسة الاجتماعية. جينيترك انجينيرينج الهندسة الوراصية. دي غلط. ثرو سوشال انجينيرينج. ماشي. سوشال انجينيرينج. سوشال انجينيرينج. تمام كده ما فيش مشكلة. يحاول لصوص الكمبيوتر. الاولانية غلط عموما فانسفها مجرع بها. هاكارز يجبول تراي تو برسويد يو. برسويد يعني يقنع. انما انا بقول هنا لصوص الكمبيوتر روح يحاولوا خداعك. مش يغضع. تريك يعني يخضع. برسويد برضو مش هتنفهم. تمام كده. هاكارز يجبول تراي تو برسويد يو. انتو جيفينج دم يور. باسورد تو انستول اه ماليشيوس. سوفت وير اللي هي مالفات الضرة او برامك الضرة. تو ستيل يور سيكريت انفرميشن. الوصول الى. يور اه تو ستيل. هي فين. ليلوصل الى معلوماتك السرية. ليلوصول ولا لسركة ستيل دي? لسرك. لسرركة تمام? لسركة لسركة كلمة دي غريبة كده لني? لسركة عشان يسرقو تمام عشان يسرقو معلوماتك السرية هو لي السركة لساركة اه معلوماتك السرية ولوووووي الى للووصول الى وووات unnecess مش تمام وبعدين هو قال لك هنا هو قال لك هنا كمبيوتر مش موبايل يبقى موبايل برضو غلط تمام كده هنا كمبيوتر يبقى صح وهنا صح اللي غلط في اللي فوق وهنا صح وهنا كمبيوتر صح يبقى صح ايه رقم دي رقم دي هي اللي صح ده كان على يونت ثري اتمنى ما استفدته وان شاء الله الفيديو الجاي او قريبا ان شاء الله هنعمل على ايه مش هدي مش هدي يكتب هنا ليه هنعمل ان شاء الله على يونت اه وان وثو وثري عمدنا كم جملة هنا تقريبا برضو ستين جملة كاملين على يونت وان وثو وثري مهمين جدا 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 للشباب اه اتمكن استفدتوا مش هطول عليكم اه سبحان الله بالحمد لله لان اصطبق ربي اتوب وليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته